السلام عليكم ويطركم العافية متابعين الكرام وقواكم والله يا مرحبا ويا مسهلا أهلا وسهلا جاني تعليق يقول اتخيل أنتظر السنة عشان نشوف يصير شيء أو لا اللي عقليته بهذا الطريقة ما ينفع معاه هذا البرنامج إذا أنت مستعجل على حصولك على أموال هذا البرنامج ما يصلح إليك نهائيا هذا البرنامج للمستثمرين طويلين المدى كيف يعني مستثمرين طويلين المدى أنت تعرف أن أغنى أغنية العالم أغلب أموالهم مستثمرة وإقلبها استثمارات طويلة المدى تصل طبعا استثماراتهم إلى 60 و70% مما يملكه في استثمارات طويلة المدى وأغلبهم لما تسألهم يقول لها جالت تستثمر إلى متى لمدة كم سنة سنتين عشر سنوات أغلبهم يقول لك أنا جالت أستثمر إلى الأبد هم ماخدين المقولة يقول لك عيش يومك كأنك أو أعمل لدنياك كأنك تعيش الدهر كله وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا قائل هذه المقولة قائل هذه المقولة الإمام أغلب مستثمرين في العالم الناجحين يستثمرون لمدة سنة وعشر سنوات وأكثر وهذه هي الاستثمارات الناجحة وإيش جالست تستثمر الآن أنت جالست تستثمر خمس ثواني من وقتك فقط الآن بشارككم الآن بالخمس ثواني اللي عملتها اليوم الصباح في تفعيل البرنامج ومواصلة جمع النقاط لأن مهما كان عندك عدد أعضاء للفريق لو وصلت إلى عشرة آلاف عضو إذا ما وصلت الضغط على النحلة كل 24 ساعة راح ينتهي تجميع النقاط راح يتوقف عندك تجميع النقاط نهائيا مهما كان عدد الأعضاء اللي عندك ومهما كان سرعة حصولك على النقاط في الساعة إذا ما ضغط على النحلة راح يتوقف تجميع النقاط نهائيا بعد 24 ساعة فهذه الفيديو اللي بعد شوية هو اللي راح تستثمر فقط في يومك إذا حاب تجميع نقاط في هذا البرنامج شوف الفيديو الآن وشوف كم استغرق خمس ثواني فقط لا غير هذا الاستثمار اللي أنت مو حاب تستثمر لمدة سنة واحدة أو ممكن سنتين أو ممكن أكثر خمس ثواني من يومك عندك 24 ساعة تستثمر فقط خمس ثواني وشوف راح كم تجمع من نقاط خلال سنة أو أكثر الله العالم وهل راح تسوي شيء هذه النقاط أو لا العلم عند الله ولكن استثمار خمس ثواني من يومك لم يضرك بأي شيء سواء نجحت هذه الفكرة وانتقلت وصارت عملة رقمية أو لم تنجح وفشلت لم تخسر أي شيء كل راح تخسره خمس ثواني من وقتك فقط لا غير بالتوفيق للجميع الآن مع الخمس ثواني اللي استثمرتها اليوم الصباح شوف الفيديو شوفتوا شباب كم أخذ مني أقل من خمس ثواني كلها ضغطة زر واحدة وأروح أمارس يومي بشكل طبيعي جدا وبدون أي قلق في تجميع نقاط أو أي شيء عموما شباب هذا كان ردي على التعليق هذا اللي حابي يستثمر هذا يعتبر استثمار طويل المدى وإن شاء الله راح يكون هناك عوائد طيبة بعون الله ولكن ليس هناك وعود أو ضمانات في أنك أنت راح تحصل مبلغ مالي أكيد من خلال جمعك لهذه النقاط ولكن نحن نسعى وأن كتب الله لنا شيء فهذا شيء طيب وأن لم يكتب فأحنا لم نخسر أي حاجة ولم نستثمر فعليا أي مبالغ مادية في جمع هذه النقاط كل ما استثمرنا هو فقط وقتنا والوقت جدا يعتبر بسيط حاجة تستثمر وقت أكثر استهلك هذا الوقت في دعوة أصحاب باستخدام كودك الشخصي لكي تزيد سرعة النقاط عندك تزيد سرعة حصولك على النقاط وأيضا لما تأكيد راح تكسب نقاط أكثر لو في المستقبل صارت هذه النقاط تسوى مبالغ مادية راح أكيد تكون مسرور هذا هو الكود تبعي Blue Eagle تقدر تنضم إلى حسابي أو إلى فريقي لو حبيت وأيضا أنت ابدأ بمشاركة كودك الشخصي إلى جميع أصحابك وإن شاء الله راح يضيفوك ويكون عندك فريق كبير أيضا وتزيد عندك سرعة حصولك على النقاط وإن شاء الله نشوف نقاطكم بالآلاف مثلي وأكثر بعون الله عموما في سؤال ثاني أيضا جاني راح أجاوب عليه الآن وهو سؤال جدا مميز السؤال كان كيف الشركة راح تتمكن أنها تستبدل هذه النقاط كلها بأموال كيف راح تقدر تعطيكم أموال واش الشركة هاد الغنية اللي تقدر تعطي الملايين من المستخدمين قد نصل في يوم الأيام إلى مليار مستخدم كيف تقدر تعطينا حتى لو كان ريال واحد لو أعطت الشركة ريال واحد إلى مليار مستخدم إحنا جالسين نتكلم عن مليار ريال وهذا الشيء لو تمتلك الشركة ممكن أصلا ما فكرت في هذا المشروع فكيف راح يكون عندها القدرة أنه تستبدل هذه النقاط بالأموال الآن جاوبكم على هذا السؤال المميز الشركة ما راح تدفع ولا ريال فعليا لاستبدال نقاطك هذه بأموال اللي راح يحصل هذه النقاط راح تطرح في سوق العملات أنت في سوق العملات راح تدخل على سوق العملات راح تشوف القيمة الفعلية لهذه النقطة بتشوفها كشارت كأسهم راح تشوفها في طلوع وفي نزول أي شيء اللي راح يتحكم في طلوع السهم ونزوله اللي راح يتحكم فيه هو العرض والطلب كيف العرض والطلب يعني الآن أنا مثلا عندي نقطة أنا حاب أبيعها راح أعرضها للبيع راح أعرض مثل الاكتتاب أنت الآن تكتتاب تعرضها للبيع في فترة معينة فلما تعرض يكون هذا المعروض فيجي مستثمر أو أحد هاب يشتري النقاط عن طريق سوق العملات فيشتريها بمبلغ معين هو ليش يشتريها هو يشتريها بهدف الاستثمار أنت حصلت على النقطة الآن بشكل مجاني وبعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات أو أكثر الله العالم راح ايش تعمل راح تعرضها في سوق العملات هل أنت فعليا راح تعرضها لا هو فقط راح تكون في آلية كيف الآلية كيف تفاصيلها إلى الآن ما في أي تفاصيل بس المتخيل هذا اللي راح يحصل اللي راح يحصل راح تكون قيمة معينة موجودة إلى هذه النقطة في سوق العملات متدبد بالقيمة راح يكون في طلب شراء وفي عرض أنت تقدر تبيع النقطة وأيضا تقدر تدخل على سوق العملات وتشتري النقطة فواقعا من هو اللي يدفع لك المبلغ الشركة ما دفعت لك المشتري مشتري العملة هو اللي راح يدفع لك المبلغ فمهما زاد عدد النقاط مهما زاد عدد المستخدمين الشركة فعليا راح تكون متمكنة من سداد المبلغ وذلك بسبب أن فعليا ما هي الشركة اللي راح تدفع لك أي شي المستثمرين في سوق العملات هم اللي راح يدفعون لك المبالغ هذه طيب ويش الطموحاتنا ويش الشي اللي فعلا ممكن توصل إليه وممكن ما توصل في احتمالية أنها تبدأ بأسعار بخصة جدا ممكن هذا عدد المهول من النقاط اللي تشوفه عندي الآن 12 ألف نقطة ممكن يساوي لدولار واحد ممكن ما تدري إيش السعر راح يكون وممكن لا ممكن يكون النقطة الواحدة تسوالها مبلغ مو بسيط ممكن النقطة الواحدة تسوالها دولار أو 10 دولار مثل ما بدأت البيتكون بأسعار بخصة جدا والآن النقاط تسوالها عشرات الآلاف أنت الآن تقدر تدخل على الجوجل وتشوف تسأل جوجل كم سعر عملة البيتكون وراح تشوف الشارت يطلع لك اكتب بس بيتكون برايس وراح تشوف الشارت يطلع لك وراح تشوف كم بدأت وكم وصلت وعلى أي سعر جالسة الذبذب في هذه الفترة الأخيرة خلال الشهر الأخير تذبذب سعر البيتكون بين 30 ألف دولار إلى 37 ألف دولار إحنا جالسين نتكلم عن تضخم مهول حصل إلى عملة البيتكون إذا رح يحصل ولو جزء بسيط من هذا التضخم أو حتى أقل من الجزء البسيط إذا رح يحصل في البي جدكم العملات هذه النحلة ولو شي بسيط ليش ما أستثمر من الآن هالخمسة ثواني وأحاول أنضم وأحصل على النقاط المجانية اللي في المستقبل قد تساوي الكثير من المال حتى لو لم تساوي الشيء الكثير قد يكون شي بسيط ولكن أقل قليل راح يكون في عائد كم الأسعار كم راح يكون متى بالضبط ما أحد يعرف إلى الآن نتمنى أن نحمل إليكم أخبار سارة قريبا بعون الله وإن شاء الله راح نحدثكم بكل جديد إذا كان في أسئلة مثيرة مثل الأسئلة اللي أو التعليقات اللي حصلتها راح أجاوب عليكم بشكل مباشر وإذا قدرت أشاركم بفيديو راح أشاركم بأسرع وقت ممكن مثل ما قلت إليكم حاب تنضم إلي إلى فريقي هاد الشي راجع لك إذا حبيت تقدر تستخدم رمز إحالة بلو إيقل وكده راح تنضم مباشرة إلى فريقي وحياك الله وانضمامك إلى فريق صغير أو فريق كبير لا يشكل أي فرق بالنسبة لك في جمع النقاط كعضو جديد سواء فريق كبير أو فريق صغير جدا ما راح يحصل معاك أي فرق الفرق الوحيد أن أنا أقدر أنبه جميع الأعضاء عندي بضغط الزر هنا اضغطوا يا شباب على النحلة عندي 969 شخص غير ضغطين على النحلة ومجرد ما أنهم يضغطوا أنا أيضا تزيد عندي نسبة حصولي على النقاط بشكل أسرع عندي الحمد لله 2173 شخص نشط هذا الأشخاص مهتمين بالاستثمار طويل المدى جالسين يجمع نقاط جالسين يجمع نقاط مجانية للحصول أو للتطلعهم على الحصول على مبالغ مادية في المستقبل ولكن الآن هذه النقاط فعليا لا يمكنك استخدامها لا يمكنك استبدالها وأيضا لا يمكن لأحد أن يعطيك كود سحري لحصولك على نقاط إضافية بشكل سريع لا تغرك أي تعليق تحت إذا حاب تنضم إلى فرق جديدة غير الفريق اللي تبعي تقدر تستخدم الأكواد اللي تحت الموجودة في التعليقات إذا حاب تنضم إلى فريق كبير حياك الله فريقي في 3142 شخص 273 منهم فعالين حياك الله إذا تحب تنضم معاي مثل ما قلت لك هذا الكود Blue Eagle حياك الله حاب تنضم إلى فريق جديد صغير حاب تساعد أحد بسيط ممكن هو بالحالة ما مع أي أحد تقدر تنزل تحت في التعليقات راح تحصل العشرات من الأكواد وتقدر تختار الكود اللي تحب مثل ما قلت لك منت مجبور أنك تنضم إلى فريقي حابت تنضم حياك الله راح تساعدني في الحصول على النقاط بشكل أسرع وإذا ما حبيت هذا الشيء راجع لك نشوفكم على خير في فيديو قادم إن شاء الله وفي حفظ الله مع السلامة ونراكم على ألف خير شكرا